اهلا طلابنا طلاب الخامس العلمي بالحلقة التاسعة من سلسلة حلقات الخامس العلمي الفصل الثاني لدينا سؤال في هذه الحلقة السؤال الأول سيارة تتحرك بسرعة هذا السؤال موجود بالكتاب مسائل الكتاب تمام أنا من أقول مثال بالكتاب يعني مثال محلول من أقول سؤال مسائل الكتاب يعني ذني لي مأسية الفصل سيارة تتحرك بسرعة سيارة تتحرك بسرعة هيا حركة خطية إذن اليمن على هاي القوانين ما الخطية يعني بعد ماكو Y X وبعد ماكو G A فاضح؟ سيارة تتحرك بسرعة 30 متر على سكن عندنا هاي سيارة جاية تتحرك شون جاية تتحرك بسرعة هاي سيارة هذا الشارع جاية تتحرك هي بسرعة هاي سيارة تتحرك 30 يعني سرعة خلنا نقول ابتداية ما لاتها هاي سيارة 30 متر على سكند فإذا ضغط سائقها على الكوابح ضغط سائقها على الكوابح يعني عني برايك كوابح يعني برايك تحركت السيارة بتباطؤ يعني بطأة حركته تباطؤ جاية هاي هذا منو هاي منو يعرف هذا منو ستة متر على سكن تربيع هذا هذا الاي عفية هذا منو التعجيل من الوحدات نعرفه التباطؤ أو التسارع معناه التعجيل واضح؟ وذا ما نعرفه من الوحدات نعرفه اللي هو شنوه متر على سكن تربيع هاي الوحدات ما التعجيل إذن التعجيل اشقيت الاي اشقيت ستة متر على سكن تربيع بس شنخلي ليه؟ سالب وليش خليه سالب؟ ها لعن إذا تباطؤ الجسم نخليه سالب للتعجيل ملاحظة كلش مهم ما هاي إذا تباطؤ الجسم شنخليه؟ سالب للتعجيل الشي اللي بنعدي؟ يريد السرعة بعد اثنين سكن اشقيت الزمن؟ اثنين سكن الشي اللي بنعدي؟ السرعة يعني الفي فاينال يلا يا قانون نستخدم من حركة خطية عندي أنا أريد الفي فاينال عندي الانيشيال موجودة وعندي الاي موجودة وعندي تي موجودة إذن نشتغل القانون الأول في فاينال يساوي في إنيشيال زائد اي تي في فاينال أنا أريده الفي إنيشيال ثلاثين الاي سالب ستة التي ثنين يعني الفي فاينال يساوي ثلاثين ناقص اثنعش ستفي ثنين ناقص اثنعش هذا السالب ويساوي منطعش متر على سكن هاي سرعة السيارة بعد ما لزمه بريك تعجيل سالب ستة فاضح؟ شانا شكاين يمشي ثلاثين من لزمه بريك يصار منطعش هذا بالنسبة للمطلب الأول المطلب الثاني الزمن الذي تستغرقه السيارة حتى تتوقف عن الحركة الزمن شيري تأتي الزمن الذي تستغرقه السيارة حتى تتوقف عن الحركة يعني من يقول تتوقف عن الحركة يعني الفاينال أخير شي ما تشقد صفر ماضح؟ من يقول تتوقف عن الحركة يعني الفاينال أخير صفر ما تعرفوا هياته تعالوا إذا توقف الجسم يعني الفاينال أخير صفر فمن يقول تتوقف عن الحركة يعني الفاينال أخير صفر هو بس مجرد إحنا ضابطين ملاحظات إحنا لس له بس أروح نجيب ثلاث قونا نحوطاً قدامنا نختار القانون بس مجرد يراد واحد يضبط ملاحظات يلا هسنا اللي يعدي شنون يريد الزمن من يكون الفاينال جد الابتداء يجد ثلاثين ثلاثين خلاك تبه هنا ثلاثين ثلاثين متر على سكند التعجيل عدي سالب ستة مو؟ هو يريد الزمن هذا التعجيل سالب ستة متر على سكند تربية هو يريد شنوه؟ يريد الزمن هنا زينيا قانون يستخدمه حتى يستخرج الزمن خليشوف أول واحد أول واحد عندي الفاينال صفر عندي الفاينال ثلاثين عندي التعجيل موجود ناطيب السؤال سالب ستة راح يطلع من ناس زمن إذن من القانون الأول نفسه إذن الفاينال الفاينال يساوي V إنيشيال زائد A T يلا V فاينال جقيت صفر الانيشيال جقيت تلاثين زائد الـ A إنيشيال سالب ستة سالب ستة الت هو يريد هيا راح حول هاي منها راح حصل سالب ثلاثين يساوي سالب ستة اللي أريدها من هو الـ T يساوي عدو تون تصعد فوق صديق تون تنزل جول فاية تروحوا يا هاي يساوي خمسة ساكند هذا بالنسبة للمطلب الثاني المطلب الثالث الإزاحة ها ناشي يريد الإزاحة عفية X الإزاحة حتى تتوقف عن الحركة يعني شنو من يقولي تتوقف عن الحركة ها الـ B final صفر الإنيشيال ناطيب السؤال ثلاثين أي يساوي التعجيل سالب ستة متر على سكند تربيع الزمن عدي خمسة خمسة سكند استخرجتها استوني صح؟ هذل المعلومات كلهن قدامي عالمودة راح أخذ القانون اللي يعجبني يعني يا قانون عدي هنا BX وعندي هنا BX سؤال عدي V final A وV initial E والA موجود إذا راح يطلع منانا X فاضح؟ نجي الهان عندي الانيشيال E عندي الزمن موجود عندي الآي موجود عندي الزمن موجود إذن هذا هم راح يطلع منانا إذا الأي قانون نستخدم يطلع نفس الناتج راضح؟ قانون الثاني لو قانون الثالث كيفكم؟ خلا استخدم بله الثاني V final تربيع يساوي V initial تربيع زاد 200 AX الفاينال اجد صفر صفر تربيع صفر V initial 30 30 تربيع 30 فيه 30 900 صح؟ زاد اثنين التعجيل سالب 6 الـ X حولوا مننا 900 سالب 900 يساوي سالب 12 X أنا اللي أريده X عدوتها وين تصعد فوق صديقتها وين تنزل جو سالب ويا السالب يروح على ثلاثة بيها أربعة على ثلاثة بيها ثلاثة والصفرين يصعدن إذن هنا لثلاثمية على أربعة بعد على ثلاثة بيها ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة هاي خمسطعش وهذا الصفر يصعد مئة وخمسين نصها شغيت خمسة وسبعين متر هذا هو الإزاحة تمام؟ هاي منه الإزاحة تريدون تستخدمون القانون الثالث أطلع لكم نفس الناتجة فاضح؟ يعني لو نستخدم القانون الثالث هاي خلين نقول طريقة أولى وهاي طريقة ثانية قانون الثالث اللي هو أكس يساوي أكس يساوي ذي إنيشيال تي زائد نصف أي تي تربيع أكس يساوي ذي إنيشيال شغيت شغيت ثلاثين تي خمسة نصف الأي سالب ستة تي خمسة خمسة تربيع خمسة وعشرين أكس يساوي 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 السؤال الرابع مسائل الفصل أو مسائل الكتاب من نقطة على سطح الأرض قذف حجر شاقوليا نحو الأعلى فوصل قمة مساره يعني أنا هاي الأرض هاي الأرض وهذا الحجر قذفناه شاقوليا يعني هذا ينتمي يا قوانين يا قوانين السقوط الحر تمام؟ جيد فوصل إلى قمة مساره يعني وصل شنوه؟ أعلى شيء إلى قمة مساره فوصل إلى قمة مساره بعد زمن ثلاثة سكند ثلاثة سكند ثلاثة سكند خلينا نشوف شنو عندنا ملاحظات قبل ما نبليش نحل أول شغلة تعجيل الأرضي سالب عشرة تعجيل الأرضي سالب عشرة سكند هاي أول شغلة ثاني شغلة الجسم صعد لو سقط صعد صعد من صعد يعني جقد الفاينال مالته؟ من وصل أعلى شيء جقد الفاينال مالته؟ صفر يعني ذي فاينال يساوي صفر ما مقدار بعضها أولا ما مقدار السرعة التي قذف بها الحجر يعني جقد مقدار السرعة الابتدائية اللي شمرنا بها الحجر تمام؟ ما مقدار السرعة اللي يقذف بها الحجر يعني جقد السرعة الابتدائية يلا ذي فاينال عدي صفر ذي إنيشيال أنا أريده الجي والتي عندي إذن يشتغل القانون الأول يلا ذي فاينال يساوي ذي إنيشيال زائد جي تي يلا ذي فاينال جقد صفر الإنيشيال أنا أريده الجي جقد سالب عشرة التي ثلاثة إذن صفر يساوي ذي إنيشيال ناقص ثلاثين هاي حاولوها من أنا ذي إنيشيال يساوي ثلاثين متر على سكن هاي السرعة تدائية هاي طلعت السرعة الابتدائية تمام؟ أجي المنسة النقطة الثانية أعلى أعلى ارتفاع يصله الحجر فوقه يريد هنا نويان ارتفاع يريد أعلى ارتفاع عن الأج يريد هنا الأج أعلى شيء إذن إحنا حتى نستخرج الارتفاع لازم نستخرج الإزاحة واضح؟ حتى نستخرج الارتفاع لازم نستخرج الإزاحة يا قانون بي إزاحة هذا وهذا في فاينال عدي في إنيشيال استخرجتها موجودة مصح؟ الجي موجودة راح تطلع الواي أو في إنيشيال عدي استخرجتها الزمن موجود وجي موجود يوه الأسهل ثالث يلا الواي يساوي في إنيشيال في تي زائد نصف جي تي تربيع واي يساوي في إنيشيال شغيت تلاثين زياد التي شغيت تلاثة زائد نصف الجي شغيت سالب عشرة التي شغيت التي ثلاثة تربيع تسعة الواي يساوي ثلاثة في صفر الصفر ثلاثة في ثلاثة تسعين هاز وهي هاز خمسة خمسة سالب خمسة فيه تسعة Mysterio اذا ويساوي خمسة وآبعين تسعين ناقص خمسة وربعين خمسة وربعين متى إذن ال H يساوي 45 متر هذا بالنسبة لأعلى ارتفاع المطلب الأخير يريد الإزاحة الكلية ويريد الزمن الكلي تعالوا إذا طلب الإزاحة الكلية وإذا طلب الزمن الكلي الإزاحة الكلية ال Y يساوي Y الصعود ناقص Y النزول ويساوي هو أشقد ال Y أشقد ما الصعود من أعلى ارتفاع أشقد 45 ومن ينزل أشقد أهم 45 لأنه هو الصعود نفس النزول صح صعد أشقد 45 ونزل أشقد 45 فدائما الإزاحة الكلية تطلع صفر دائما إنه هو يساعد يساعد يقدر ينزل واضح؟ صعد 10 متر نزل أشقد 10 فأشقد الكلية صفر صعد 45 ونزل أشقد 5 و4 أشقد الكلية صفر فلذلك هنا دائما الصعود هو بقد من؟ قد النزول إذن هذا بالنسبة لمن؟ للإزاحة الكلية بعض الشيء يريد الزمن الكلي الزمن الكلي T يساوي 2 في T الصعود T يساوي 2 T مع الصعود أشقد أشقد الزمن ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة 6 ساكند تهل حال ليه هنا لنتهد محاضرتنا نشوفكم المحاضرة القادمة باي باي